أهلا وسهلا أنا غاطة سبام سلم جاي يتكلم معنا الأغنية اليمنية وعندي ثلاثة أسئلة في البداية حاب أسألهم ممكن تقاوبوا برفع عداتكم تسمعوا الأغنية اليمنية حلو السؤال الثاني تحبوها يا سلام السؤال الثالث هل كانت الأغنية اليمنية ما تعقبكمش تحاولوا تجنبوها بعدين رقعتوا تحبوها أنا منكم أنا ما كانت أسمع الأغنية اليمنية أبدا حكايتي بدأت من عمر مبكر جدا وأنا صغير عند ولدت في غرفة أبوي وأمي كان عندهم صورة الصورة هذه لا كانت صورة أبي ولا أمي ولا مع بعض صورة جدي كانت صورة عبد الكريم عبد القادر يا أما من هذا قلت لي والله هذا الفنان أبو كحبه وأنا ولدت على قو موسيقي وأبي دائما كان يسمع الأغنية هذه أو الفنان هذا كبرت مع الوقت وكانت حصل مشاكل بيني وبين أخواني الصغار على موضوع الريموت حق التلفزيون وواصلوا إحنا مشاكل اللي هو وسيد التلفية الوحيدة اللي متوفرة عندنا أنه ضروري كل واحد يشتي ميولو كل واحد يشتي يتفرقوني يا كل واحد يتفرقوني يا كل واحد يتفرقوني أطفال أنا كانت تشتي تفرق الأغاني أخواني كانوا يشتي تفرقوا مسلسلة الأطفال فاتفقنا الحل أنه تتفرق عشر أغاني مقابل حلقة كرتن واحدة لهم الأخ الكبير يعني مشى الموضوع معي كبرت بالثنويات أسمع الأغاني الإنجليزية روك الرول موسيقى كلاسيكية في الجامعة حبيت جداً الموسيقى الغربية بشكل ما أتخيله عجبتنا جداً كنت منذهل جداً بحجم التنوع الموسيقي اللي موبيل عندهم إلى غاية 2015 وكل واحد منا معه قصة في 2015 أنا معي قصة فيه الأغاني لأنه لا يوجد إنترنت لا يوجد أي شيء وكان ما يسمع أغاني صديقي قابل الفلاشة قالت تسمع أغاني يمنية قالت لا أنا أتقنبها أحاول أتقنبها يعني الطريق الوحيد الذي أسمع فيه أغاني يمنية هو أبو كرسال ومسافر لشبوع ما شغيره بعدين قلت يا الله كيف أقرب دخلت الفلاشة بدأت أسمع أول أغنية يا نجمي يا سامر يا نجمي يا سامر الصوتي مش مليح طبعاً سامر فوق المصلى سامر فوق المصلى أنا أقول الله إيش هذا أغنية في ثمان دقائق في عشر دقائق إيش الجمال اللي فيها هذا شفتها عبارة عن وثيقة تاريخية يعني إذا شفت في مشاكل من قبل المتحدثين في موضوع التوثيق عندنا توثيق في الأغاني يعني لو تسأل تقول له أش كانوا يلبسوا ذلك الأيام يقول لك والأخضر من العدين بكر ما شدثوا بيضا وما أشقروا خضر هذا اللبس تتناقش موضوع سياسي قال لك هجرتني والغلب غير راضي أو سال يقول كل السباب عساكر الحلالي موثيقة تاريخية معنا يامونية اللي تكلم عليها فها فارح أول من غنيها كتبها ولحنها المحضاء القومندان القومندان الناس حاولوا ينسبوها الفلكلور شعبي يقول لك والله هذا الفلكلور شعبي لما يشلوها ويغنوها في أماكن ثانية يقولوا فلكلور شعبي إنما القومندان بالراحة للمشكلة هذه قال لقصر الروة دخلها في الغنية الحسيني دخلها في الغنية هي حلوها وقولوا لنا مش حقنا هذا حقنا هذا تراثنا إحنا وثقنا على مستوى الكلمة كلمة أحوام مهم أنت يا أحوام لا تفكر فتندم كلنا في الهوى دم كلنا أولاد آدم إيش أحوام أنا هذه غطس في الموضوع يعني يمكن هذه الدلالة حق اسمي يعني المهم إيش أحوام لقيت فيه كاتب اسم محمد عبد الغاني وكتب من عدم كتب أعظم كتاب في الأغنية الصنعانية قال أحوام هو اللون الداكن من الأخضر والأحمر كان فيه إناث تتصف فيه كان يسموه أحوام من فين لقت الكلمة هذه أول ذكر الكلمة وثقناها في أغنية اسمها خلي سقيل الترائب قال السحر في أحوامه يسقي سيوف الحوار إيش الجمال ذا من خمسمائة سنة يحيى بن عمر اليافعي واحد من كبار الناس اللي كتبت في الأغنية كتب أغاني شفت شي في طريقك وعجبك شلة بنفس اللحن بنفس الكلمة من خمسمائة سنة هذا هو حقنا التراث بس بنجيب أن نصل لمرحلة أنه أنا أجي في يوم من الأيام أقول أشتي أدور أشتي أستخدم تقنية من تقنيات الحديثة اللي انتشرت مؤخرا حق تشات جي بيتي الذكاء الصناعي اللي انتشر كلنا ونعرفه دوق الدنيا وتجاوب لك على أسئلة ومش عارف إيش فلاقيت إيش المشكلة أكتب له الأغنية اليمنية كانت إيجابته آه فين هذه هذه إيجابته كانت ليش راح؟ هذه إيجابته قال لي سألت بالعربي هنج ما عرف شروت؟ سألت بالإنجليزي قالوا أنه الدبكة من أهم أنواع الرقصة اليمنية وأنه رابح صقر أهم فنان يمني المشكلة ليس مشكلته حقيقة المشكلة ليس مشكلته المشكلة مشكلته المشكلة تلاتنا إحنا لأننا ما نوثقش إحنا من الناس وثقولنا هنا معكم اليونسكو اليونسكو بكلها تقول أنه أقدم أغنية صنعانية في القرن الرابع عشر هنري فارم معه كتاب اسمه الموسيقى العربية أو تاريخ الموسيقى العربية حتى القرن الرابع عشر قال حتى اليوم يقول عرب الحجاز أن الموسيقى العربية الأفضل والحقيقية تأتي من اليمن في حين أن المنشدين الحضرميين يعتبرون دائما فناني متفوقين للحجاز كان يقول علينا في القرن الرابع عشر بس أحنا قررنا نعمل مساهمة متجاه أو يعني استشعار مسؤوليتنا تجاه الفن أو الغناء اليمني نعمل مشاركة أو مساهمة ونعمل موسوعة الغناء اليمني أخذنا سبع مجلدات قلنا بنا نطلق مهود شروع تجريبي أطلقنا في هذا الموقع بدل ما الواحد حين يقول والله اشتئ كلمات الأغنية الفلانية مش عارفين من كتبها شفناها مثلا في التلفزيون شفنا فلكلور يمني أو مش عارف إيش لا ندخل الموقع نكتب الاسم أغنية في البحث بلاقي كاتب الكلمات الملحن الذي يغنوها كل بساطة هذه مسؤولية نتجاه الأغنية اليمنية في ناس يعملوا مسؤوليتهم مثل الفناني الجدد الذي الآن طلعوا على الساحة ويعملوا تجديد في الأغنية اليمنية يحاولوا يطوروا فيها زي ما كانت زمان عدن عدن كانت هي المكان اللي تطور فيه الأغنية اليمنية هي اللي تحفظ فيه الأغنية اليمنية بعد ما تم تهجير أو منع الغناء في صنعاء في الثلاثينات الأربعينات معظم المغنيين الصنعانين يقول لا لا حقوا عدن عشان كذا القمندان قال لا مدام سمعت الأغنية هذه أشتي أعمل حق اللون في عدن واحد اسمه علي أبو بكر برش راحيب يسموه الشيخ الآن ومن أكثر الناس اللي يردد اسمها في حفظ الثراث هذا الرجل كان دلال في المعلّة ما عندوش أي حاجة لأنه دلال في جلسة سمع المغنيين الصنعانين قال الله ما الجمال هذا فعلا الأغنية الصنعانية فيها جزالة في الكلمة في فصاحة في عم قال الله إيش هذا كيف كيف فين محفوظة فين الأسوانات حقهم حق الجراموفون القديمة هذه قال له مش محفوظة الرجل إيش عمل استشعارا بالمسؤولية قال لك أنا برطة أعلم القمبوس حقنا العود القديم أعلم القمبوس راح للستوديوهات اللي موجودة في عدن من عام سبعة وثلاثين إلى تسع وثلاثين سنتين حفظ معظم الموروث اللي جاي كان من قول شفوي لأكثر من خمسمائة سنة هذه الأسطوانات رجعت لصنعها حتى الحارثي يقول أنه كان تسرب للأسطوانات الحارثي من أكبر الفناني الصنعاني في هذه الفترة أنه كان تسرب له الأسطوانات هو صغير من عدن وقال لك اسمعها هذا دور عدن عدن كان معحى جمعيات وندوات ثقافية وكانت تصدر منها أبحاث حرفيا كان في جمعيات لكل حاجة أو كل أنواع أو لغن الموسيقى حتى في كان جمعية اسمها جمعية أنصار بتهوفن انتم تخيلين كم الزخام اللي كان موجود أخيرا اشتاقوا حاجة واحدة يعني أو سؤال أخير زي ما بدأت الموضع بأسئلة سؤال أخير بس الجواب ممكن تحتفظوا فيه أو تفكروا فيه هل تحسوا بذات الفخر تجاه هذا الأغنية أو الفن الذي وثق كثير من حياتنا كثير من تراثنا وهنا ومحتاجيا احنا كلنا مش لا أنا ولا الفريق اللي معانا أو الصحاب اللي قررنا نقوم حا position مشروع أو الناس اللي حاولوا في السوشال ميديا ينشروا أغاني يمنية ويتقولوا هذا حقنا واسمعوا حقنا وليس عارة をهم بد Manhattan في واحد أردني يقل لي يقول له كيف الفن العظيم هذا حقهم واحد أردني معرفه ما عادته ألاً ين akop ¯※ يعني من الفن العظيم هذا اللي آتهم يكلمنا على الصحر الصنعاني ويكلمنا على المخالر، يقول لي ماذا معنا مقدرة؟ واحد أردنا المعرفة فهي هذه مسؤوليتنا ومسؤوليتنا جميعا إن شاء الله كلنا نكون قدر مسؤولية هذه ونحبب الفن هذا وشكرا جزيلا